موسيقى مجزولي أهم الأنباء أهلا بكم أفد مصر من قوة حماية درنة بنسبة القوة كمينة لميليشيات الكرامة المتمركزة بمنطقة الفتايا فضف المصدر أن الهجوم أسفر عن قتل وجرح في طهوف الميليشيات فضلا عن غنب أسلحات وذخائر بحسب المصدر كما أكد مصر من القوة موصلته من تصدي لهجوم ميليشيات الكرامة عند المدخل الغربي للمدينة إلى جانب تمركزاتهم في الظهر الحمر حملت رابطة العالمية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والبعثة الأممية بليبيا المسؤولية الكاملة عن جرائم ميليشيات الكرامة في حق أهل درنة رابطة في بيان لها تسلمت قناة نبا نسخة منه طالبت ميرف الحصار عن المدينة وإيقاف قصفها وفتح الطرق أمام الحركة التجارية وتوفير مستلزمات سكانها من سلع ومواد غذائية تقد الترابطة والدول التي تدعي رعاية حقوق الإنسان وتعمل على إدماج حفتر في العملية السياسية في الوقت الذي ترتكب فيه ميليشياته مذابح وجرائم في بعض المدن الليبية أعلن مستشفى محمد المقاري في جدابي استقبال حالة وفاة مرأة واحدة وخمسة جرحة إثر هجوم إنشانته مجموعة مسلحة على منطقة إجنان جنوبية المدينة كما أوضح مصدر من مديرية أمن جدابي للنبان المجموعة المهاجمة عبثت بمحتويات مركز شرطة منطقة إجنان ودمرت أليتين للشرطة كشفت صحيفة العربي الجديد عن لقاءات ومشاورات تجرى في عدد من الدول لدعم ترشيح شخصيات موالية قائد ميليشيات الكرامة خلف حفتر الانتخابات القادمة في ليبتا صحيفة ووفقا لما نقلته عن مصادر الليبية لم تحددها أكدت أن أموال طائلة رصدتها دولة الإمارات بهدف إطلاق حملات عالمية للترويج لهذه الشخصيات في الوقت الذي تجرى فيه مناقشة عدد من الأسماء للدفع بها للانتخابات وحسب المصادر فإن حفتر لن يترشحا للانتخابات ولكن سيدفع بعدد من المقربين له بدعم من حلفائه في مصر والإمارات وفرنسا لضمان استمرار وجوده لقيادة ما يسميه الجيش الوطني ختم الموجة زر لقاء